قال وزير الخارقية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن الكثير من السرديات التي كانت سائدة في أوروبا بشأن الصراع في اليمن تم تصحيحها وما زال هناك بعض السرديات التي تحتاج للتصحيح وفي مقدمتها التوصيف الواقعي لطبيعة الصراع في اليمن وحقيقة كونه صراع بين الشعب تمثله حكومة شرعية يسأل الحفاظ على حريته وحقوقه الأساسية وتحرير أرضه وميليشيا طائفية عدوانية مدعومة من إيران تسعى لتأسيس نظام قمعي استبدادي بدعوى الحق الإلهي في الحكم جاء ذلك خلال المحاضرة السياسية التي قدمها الوزير للدبلوماسيين في الأكاديمية الدبلوماسية المجرية على هامش زيارته للعاصمة بودابيس تلبية لدعوى من نظيره المجري كما تطرق وزير الخارجية خلال المحاضرة لتدخل إيراني في الشأن اليمني واستمرار النظام الإيراني بسياسة تصدير الثورة وإنشاء ميليشيات طائفية لضرب النسيج الاجتماعي في الدول العربية ومحاولاتها استبدال الدول بالطوائف والقيوش بالميليشيات تحقيقا لأطمع إيران التوسعية وأضاف أن العدوان الحوثي ما زال مستبرا وبأساليب غير أخلاقية لافتا إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشي الحوثي للإضران بالحكومة والشعب اليمني من خلال استهداف المقدرات الاقتصادية والمنشآت والناقلات النفطية بالمسيرات الإيرانية وهما أدى إلى توقف تصدير النفط والضغط على التجار في مناطق سيطرة الميليشيات لوقف الاستيراد عبر ميناء عدن ومنع توزيع الغاز المنزلي المدعوم من الحكومة والمستخرج المأرب في المناطق التي ما تزال تحت سيطرة الميليشيات والاستعانة بالغاز الإيراني